كاريسي مستودينتي دل سيكوندو أنو اضجي فاتشامونا كوزا مولتو امبرتانتي طبعاً من المرة اللي فاتت واللي قبلها كنا خلصنا المنهج وبدأنا مراجعة الحصة اللي فاتت فالنهاردة ان شاء الله هنكمل ريباسو جنرالي على منهج الترم الأولاني هنبدأ بسؤال مهم جداً اللي هو الجراماتيكا طبعاً سؤال الجراماتيكا بيجيلي بالشكل اللي انت شايفه دلوقتي جملة نقصة وبيجيب لك اربع اختيارات وحضرتك بتختاري الاجابة المناسبة بناء على القواعد اللي احنا درسناها في الترم الأولاني الجملة الاولى بتقول لي او جي نقط ايه لسؤالة او جي ده بيفكرني بقاعدة مهمة جداً اتكلمنا عنها في الترم الأولاني القاعدة بتاعة تشي و تشي سونو احنا خدنا قاعدة قبل كده بتقول لي ان لو في اسم مفرد اسم مفرد بعد النقط بعد الفراغ بختار كلمة تشي ولو في اسم جمع بعد النقط بختار كلمة تشي سونو بس بشرط واحد في الجملة بتاعة تشي و تشي سونو بشرط واحد لازم الجملة تبقى بدقة يا اما بظرف زمان او مكان يا اما بحرف جر والمكان يعني حرف جر و مكان او ظرف افكر على طول في كلمة تشي او تشي سونو طب دلوقتي يا شباب انا ببص بعد الفراغ على طول عندي كلمة هنا بتقول لي يل صولة يا ترى الكلمة اللي قدامي دي مفرد ولا جمع طبعا واضح من اداة التعريب بتاعتها انها مفرد يبقى انا هاختار كلمة تشي تشي معناها ايه؟ معناها يوجد و تشي سونو معناها يوجد بس الاولانية للمفرد والتانية للجمع عشان افكر حضرتك بالموضوع بيقول لي اهو كلمة تشي بيو سينجولاري يعني تشي زائد اسم مفرد تشي سونو بيو بلورالي يعني تشي سونو زائد اسم جمع يبقى دي اول قاعدة عندي ياريت كشكولك كده ورق وقلم معي سجل الملاحظات المهمة دي عشان لا ياخله منها امتحان الجملة التانية بتقول لي الريستورانتي اي نقط دلة بيتسيرية الريستورانتي اي نقط دلة بيتسيرية تعال نشوف الاختيارات مع بعض ايوة بتفكرك بحاجة طبعا دي ظروف المكان ظروف المكان اللي هي كنا بنسميها بالإيطالي اسبرسيوني دي لوغو كان فيها ميزة جميلة قوي ظروف المكان دي كان كل ظرف مكان ليه حرف جر مخصص بيجي معاه حضرتك المفروض تبقى حافظ حروف الجر اللي بتيجي مع كل ظرف مكان يعني مثلا هنا مديني كلمة فيتشينو طبعا فاكريين ان كلمة فيتشينو بيجي معاها اه فيتشينو اه يعني قريب من كلمة تانية اسمها لونتانو كان بيجي معاها حرف الجر دا لونتانو دا يعني بعيد عن اديسترا كان بيجي معاها حرف الجر دي اديسترا دي معناها على يمين وكلمة ديترو ما كانتش بتيجي بحروف جر ديترو يعني خلف يبقى انا عندي هنا حرف الجر ا لازم الاقيه هنا لازم الاقي حرف الجر دا وهنا لازم الاقي حرف الجر دي تعال نرجع للجملة تاني هنا بيقول لي دلة طبعا الطالب الشاطر عارف جدا ان كلمة دلة عبارة عن حرف الجر دي زائد اداة تعريف لا يبقى انا هنا كان عندي دي بالزبط يبقى ايه اللي يتناسب مع دي برافو عليه كلمة اديسترا اديسترا دلة بيتشريا بيقول لي الريستورانت ايه ادستر دالا بيتسيرية يعني المطعم على يمين محل البيتزا تعال نفتكر مع بعض حروف الجر اللي بتيجي مع ظروف المكان اول حاجة فيتشينو اا يعني قريب من لونتانو ده يعني بعيد عن دفانتي اا ودي فرونتي اا الاثنين بمعنى واحد يعني امام او في المواجهة اكانتو اا يعني بجوار ادستر دي على يمين اسنستر دي على يسار لادوماندا نوميرو تري الجملة رقم تلاتة بيقول لي ال لتو ال لتو السرير اي اكانتو نوات ارماديو تعال نشوف الاختيارات بيقول لي ال ولا دالا بوستروفو ولا دالا بوستروفو ولا ال لبوستروفو طب نفس القاعدة اللي ايوا كلمة اكانتو تحت هي بتاخد حرف الجر اه يبقى انا كده المفروض يا شباب لما ملاقي كلمة اكانتو هدور على طول في الاختيارات على حرف الجر اه انا عندي الاختيار الاول ال ال الاختيار الاخير ال لبوستروفو ايه الفرد الاولى حرف الجر ا مدمج باداة تعريف ال الاخيرة حرف الجر ا مدمج باداة تعريف ال ال ابوستروفو طب يعترى كلمة ارماديو ايه المناسب بالنسبة لها طبعا كلمة ارماديو مفرد مذكر باداة بحرف متحرك يعني اللي ينسبه اكتر ال ال ابوستروفو يبقى انا هاختر الاختيار الاخير يبقى اي لاتو ايه اكانتو ال ارماديو بيقولي السرير بجوار الدولاب الجملة رقم اربعة تقولي راجاتسي نقطة الكنشارتو دي ايروس ياري سيرا يعني ياولاد انتو رحتوا الحفلة بتاعة ايروس امبارح بالليل تعالى نشوف الاختيارات وبعد كده نتناقش في الجملة الجملة دي طبعا فيها لازم يلاقي فيها كلمة دلة على زمن تدور معايا كده على الكلمات الدلة على الازمنة ايوا برافو عليه كلمة ايري معناها مبارح يبقى انا بدور على زمن الماضي طبعا كلنا عارفين كلنا عارفين ان زمن الماضي زمن مركب يعني مكون من جزئين قطعتين يبقى انا هستبعد الاختيار الاخراني ده خالص طب كويس جدا يبقى انا عندي هنا اكتشفت ان الجملة دي محتاجة زمن الماضي طب تعالى ندور على الفاعل بتاع الجملة احنا طبعا من سنة اولى واحنا عارفين ان انا لما يبقى عندي اسم جمعة وبعده علامت النداء دي يبقى انا بقول كده يا ولاد هتعامل معايا على انها الضمير يبقى انا كده كمان هستبعد الاختيار الاولاني لان الاختيار الاولاني معاه كلمة صونو صونو مش بتاعة فوي خالص انا عندي هنا سياتي ان داتي سياتي ان داتي ايه الفرق بين الاتنين يا شباب دي جمع مؤنس ودي جمع مذكر يا طرى الفاعل اللي عندي جمع مذكر ولا جمع مؤنس واضح جدا ان هو جمع مذكر يبقى يناسبه يا شباب اقولي راجعت سياتي ان داتي سياتي ان داتي الكنشيرتو دي ايروس ايهري سيرا كويس جدا طب دلوقتي يا شباب عايزين نفتكر مع بعض الكلمات الدلة على زمن الماضي القريب عندي كلمة ايهري عندي كلمة باساتو وسكورسو وستامت تينا وفا الحمد لله طبعا ييري معناها انبارح كلمة باساتو وسكورسو الماضي استامت تينا يعني هذا الصباح وكلمة فا معناها منذ وبيجي قبلها فترة زمنية تعالا نشوف جملة كمان بيقولي جوليا ا نقط الجورنال استامت تينا الاختيارات مديني لتو ولا لتي ولا لتة ولا لتجة طبعا واضح يا شباب ان الجملة دي متصرفها في زمن الماضي بس هو مديني الجزء الاول اللي هو المساعد افيري وعايز مني الجزء التاني اللي هو البرتشيبيو باساتو الفيرب اللي عندي يا شباب اللي هو فيرب لتجرة البرتشيبيو باساتو بتاعه اسمه لتو بس يا ترى انا اختار لتو ولا لتي ولا لتة تعالا نفتكر مع بعض ملاحظة مهمة جدا خدناها في زمن الماضي احنا قلنا عند استخدام المساعد السرق يجب مراعاة التبعية لكن مع افيري يا شباب مع افيري مفيش حاجة اسمها التبعية يعني اسم المفعول اللي هو البرتشيبيو باساتو وشكله ثابت على طول اخرقوه يبقى انا اختار لتو برغم ان كلمة جوليا جوليا ده مؤنس بس انا في المساعد افيري ما برعيش اذا كان الفاعل مؤنس او مذكر او مفرد او جامع لدوماندا نوميرو ساي بيقولي احمد اتروفاتو ايل سوو تشلو لارا احمد اتروفاتو ايل سوو تشلو لارا الاختيارات اللي عندي بتقولي سبسو ولا استامتينا ولا اوني جورنو ولا دي سوليتو طبعا هنا عكس الجملتين اللي فاتوا كان هو جايب لي كلمة دلة وانا بدور على الزمن المناسب هنا الراجل جايب لي الزمن في الجملة وانا عايز اختار الكلمة الدلة طب تعالا كده نشوف بيقولي احمد اتروفاتو 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 دي مضارع ولا ماضي طبعا احنا عارفين لما نلاقي افيري او اسرق وجنبها الشكل بتاع البي بي اللي هو البرتشيبيو باساتو زمن الزمن اللي قدامي ده مركب اذا الجملة في زمن الماضي طب يا ترى الكلمات اللي قدامي دي ايه الكلمة اللي بتدل على زمن الماضي عندي كلمة واني جورنو ودي كلمات مدارع الكلمة الوحيدة اللي بتعبر عن زمن الماضي اللي هي كلمة يعني هذا الصباح يبقى معنى الجملة بيقولي هذا الصباح احمد وجد الموبايل بتاعه الجملة رقم سبعة يقولي يا علي نقط يقوله يا علي الموبايل بتاعك جديد ومديني هنا مية لا توا إلا توا سوا طبعا لما خدنا شباب صفات الملكية صفات الملكية قلنا صفة الملكية عشان تحطها لازم تحطها مسبوقة بأداة تعريف مناسبة ولازم أداة تعريف وصفة الملكية اللي معاها تبقى تبع الاسم اللي بعد النقط يعني ايه تبعه يعني لو كان مفرد مذكر انا بحط صفة ملكية مفرد مذكر لو كان مفرد مؤنس انا بحط صفة ملكية مفرد مؤنس بأداة تعريف بتاعته طب حضرتك فاكر كلمة شلولارة شلولارة يعني موبايل كانت مذكر ولا مؤنس احنا اخدناها في شواز المفرد المذكر واحنا في سنة أولى والدليل كمان يا شباب ان كلمة نوافو جديد بيقول الموبايل بتاعك جديد لو كانت كلمة شلولارة مؤنسة كان قال لي مثلا نوافا هنا الراجل بيقول له شلولارة ايه نوافا يبقى مفرد مذكر فين المفرد المذكر اللي عندي ما فيش غير الاختيار التالت اللي هو إيل تو تعالوا نفتكر ملاحظة مهمة في صفات الملكية خدناها قبل كده بقلتلك لو سألك بكلمة ايه تو كضمير ملكية بدون أداة تعريف انا هجاوب بكلمة مية ايه تو يعني هل ملكك بجاوب بقول له سي ايه ميو لو سألني بكلمة ايه تو بجاوب بكلمة مية دي الحالة الوحيدة يا شباب اللي صفة الملكية بتيجي من غير أداة تعريف لأنها تحولت إلى ضمير ملكية مش صفة ملكية تعالوا نشوف جملة رقم تمانية بيقول لي يعني بيقول لي أنا أأتي دائما إلى المدرسة بالقطار بتاع الساعة ثلاثة بقطر الساعة ثلاثة لما اتكلمنا يا شباب عن حروف الجر قلنا وسائل المواصلات بتاخد حرف جر من اتنين يا إما إن يا إما إن يا إما كون يا إما إن يا إما كون إن بتيجي مع وسائل المواصلات الغير معرفة والغير محددة والغير مسبوقة بأداة تعريف يعني ممكن أقول إن ترينو نقطة خلاص لكن هنا الراجل جايب لي وسيلة مواصلات معرفة معروفة ومحددة قطر الساعة ثلاثة ومسبوقة بأداة تعريف يبقى أنا هنا أحتاج حرف الجر كون يبقى الجملة بتقول لي فينجو سيمبري أسكولا كون الترينو دالتري تعالوا نشوف الملاحظة دي كده قال لي هنا فينجو سيمبري أسكولا إن ترينو يبقى لو ترينو لوحدها كده بدون تحديد وبدون تعريف هستخدم إن لو ترينو معرفة أو محددة باستخدم معاها حرف الجر كون كون لرقم تسعة دي صالة لميا فاميليا نقط إن تيمبو بيقول لي هنا أريفانو ولا صونو أريفاتي ولا أريفا ولا إي أريفاتا دلوقتي يا شباب أنا عندي كلمة مهمة جدا جدا من الكلمات اللي بتدل على زمن المضارع من الكلمات اللي بتدل على زمن المضارع اللي هي دي صالة احنا اتفقنا يا شباب من شوية إن زمن الماضي كان زمن مركب زمن المضارع زمن بسيط يعني إيه بسيط يا شباب يعني كلمة واحدة يعني عندي هنا كلمة أريفانو ممكن وكلمة أريفا ممكن يعني هستبعد الاختيار التاني وهستبعد الاختيار الرابع يبقى أنا عندي أريفانو النهاية دي متصرفة مع الضمير لورو وعندي كلمة أريفا متصرفة مع الضمير لوي أو لي طيب تعال نشوف الفاعل بتاع الجملة مين بيقول لي هنا لاميا فاميليا العيلة بتاعتي يا طرى العيلة بتاعتي مفرد ولا جمع دي غلطة بنوعة فيها كتير جدا يا شباب لاميا فاميليا واخدى أداة تعريف لا يبقى أنا هتعامل معها على أنها اسم مفرد مدام واخدى أداة تعريف لا ونهايتها ا واخدى صفة الملكية مية كل الحاجات قدامي بتدل على أن الكلمة اللي قدامي دي مفرد إذن هستخدم الاختيار التالت اللي هو أريفا ليه استخدمت أريفا تاني معلش عشان عندي كلمة دي سوليتو من الكلمات اللي بتدل على زمن المضارع والفاعل بتاعي مفرد اللي هو لاميا فاميليا طب احنا من شوية افتكرنا الكلمات الدلة على زمن الماضي كلمات الدلة على زمن المضارع بيقول لي أورا وادسو سيمبري وسبسو دي سوليتو واني وده أورا وادسو معناهم الآن سيمبري دايما سبيسو غالبا دي سوليتو عادة اوني معناها كل وده معناها منزو جملة رقم عشرة بتقول لي ميو فراتالو فا نقاط ميديكو يعني أخويا رايح للطبيب لما تكلمنا عن حروف الجر مع بعض يا شباب عارفنا ان احنا عند الزهاب الى شخص بنستخدم حرف الجر دا يعني انا هنا عندي كلمة دال تمشي وعندي كلمة دال تمشي ايه الفرق بين الاثنين دي مدمجة بأداة تعريف إل ودي مدمجة بأداة تعريف لا كلمة ميديكو مفرد مذكر بدء بساكن يبقى ياخد أداة تعريف إل اذا انا هستخدم دال ميو فراتالو فا دال ميديكو يبقى عند الزهاب لشخص انا بستخدم حرف الجر دا طب تعالوا نفتكر كده معلومة بسيطة قوي الجملة بتقول لي فادو دال ميديكو ممكن اقول دال دوتورة ممكن اقول دال لوتزيو ممكن اقول داي نوني كل دول اللي قدامنا شباب أشخاص هنا بيقول لي دكتور هنا بيقول لي عمي هنا بيقول لي جدي وجدتي بقول داي نوني طبعا التلاتة مدمجين بأداة تعريف هنا إل وهنا لو وهنا إي دا عند الزهاب لشخص طب تعالوا نشوف ملاحظة كمان بيقول لي فادو أروما أو صونو أروما هنا ما استخدمش حرف الجر دا استخدم حرف الجر آ ليه عشان أنا رايح مدينة يبقى مع المدن باستخدم حرف الجر آ مع الأشخاص باستخدم حرف الجر دا آخر ملاحظة عندي بتقول لي فادو أو صونو إن إيطاليا يعني أنا رايح إلى إيطاليا يبقى الدول إن والمدن آ والأشخاص حرف الجر دا تعال نشوف جملة رقم 11 بيقولي نوقة إيل تافولو تشيسونو تري ليبري نوقة إيل تافولو تشيسونو تري ليبري مديني اختيارات ستو تحت تنترو بداخل سوبرا فوق أو على نيل أباستروفو يعني في طبعا هو الراجل قصده يقول لي على الترابيزة يعني فوق الترابيزة يوجد تلت كتب مفيش واحدة فيهم تنفع غير كلمة سوبرا إيل تافولو تشيسونو تري ليبري تعال نفتكر مع بعض احنا قولنا قبل كده يا شباب إن كلمة سوبرا بيجي بعدها أداة التعريف منفصلين عن بعض لا تدمج بأداة التعريف في المثال اللي قدامي دا أنا كنت ممكن أشيل كلمة سوبرا وأستخدم مكانها كلمة سو بس بشرط لازم أدمجها بإيل يبقى ساعتها مش هينفع هقول سوبرا إيل تافولو هقول سول تافولو ونفتكر كمان كلمة إن بتساوي كلمة دنترو يعني بداخل بس نفس الفرق اللي احنا قلنا من شوية كلمة إن تندمج بأداة التعريف وكلمة دنترو لا تندمج وصوبرا وصوب زي ما احنا شرحنا فوق من رقم دودتشي ناشر بيقول لي أوني جورنو أوني جورنو نوها ديفي نوات تانتو بديني إيه في الاختيارات بيقول لي لفورارة ألافوراتو لفورا لفوراتة طعيم طبعا ممكن الطالب يلفت نظره جدا كلمة أوني جورنو اللي في أول الجملة فيدور على زمن المدارع أوكي أنا معاك ولكن انت لازم تقرأ الجملة من أولها لأخيرها لو لاحظت هنا قبل النقط قبل النقط قتلاقي هنا كلمة ديفي ايه ديفي دي ديفي دوفيري متصرف طبعا احنا متعودين ومتعلمين وحفظين وفاهمين ان اي جملة في الدنيا فيها فعلين متتاليين في جملة واحدة الاول يصرف والفرب التاني يظل في المصدر يعني ماينفعش يصرف فربين وربعا في الحالة دي هدور على مصدر اللي هو فرب يبقى كل يوم نهاء لازم تشتغل كتير جدا جملة اللي بعدها بتقول لي استسيرة فاضو نقط بيبليوتيكا دلشانترو معناها ايه؟ بيقول لي النهاردة بالليل انا رايح المكتبة بتاعة وسط البلد اين بيبليوتيكا دلشانترو ولا نلا بيبليوتيكا دلشانترو ولا ألا بيبليوتيكا دلشانترو ولا دلا بيبليوتيكا دلشانترو طبعا في طلبة كتير حفظة ان كلمة بيبليوتيكا بتاخد اين يعني لازم اول ما شوف كلمة بيبليوتيكا افكر في اين ولكن احنا قلنا قبل كده ان كلمة بيبليوتيكا لما تبقى لوحدها من غير تعريف او تحديد بعدها هستخدم اين لكن لما يبقى فيه تحديد أو إضافة أو تعريف بعد كلمة بيبليوتيكا أنا محتاج إن ومعاها كمان أداة تعريف. يعني هنا مش هينفع أقول إن بيبليوتيكا دالشانترو أنا لازم أقول نيلا بيبليوتيكا دالشانترو. المثال هو هو. لو لقيت بيبليوتيكا لوحدها هقول إن بيبليوتيكا. لو لقيت بيبليوتيكا معرفة أو محددة هستخدم معاها أداة تعريف يبقى نيلا بيبليوتيكا دالشانترو. يكونون رقم 14 بيقولي أداة صونو نقط أوندتشي. جملة دي طبعاً للشباب لو أنت فاكر بتتكلم على الساعة. إحنا طبعاً درسنا الساعة في سنة أولى ورجعناها في الترم الأولاني. واتفقنا مع بعض إن جميع أرقام الساعة. جميع أرقام الساعة بعد واحدة بتعامل معاملة جمع المؤنس. بتعامل معاملة جمع المؤنس. وطبعاً جمع المؤنس أنا ما عنديش غير أداة واحدة بس. اسمها إيه؟ برافو عليك اسمها ليه؟ محدش يقولي الكلمة بدأ بحرف متحرك ولا حرف ساكن ولا حرف مش عارف. لا ما فيش الكلام. مدام الساعة من اتنين لغاية الآخر بستخدم معها أداة تعريف. جمع مؤنس ليه؟ طب الساعات البقية يا شباب كلها جمع كلها جمع. لا طبعاً فيه تلات كلمات بتعامل معاملة المفرد اللي هي لونة بتاخد أل أباستروفو. محدش. لونة بتاخد أل أباستروفو. ميتسو جورنو يعني منتصف النهار ما بتاخدش أداة تعريف أصلاً. ميتسا نطة من غير أداة تعريف. لكن بقية الساعات التلات كلمات اللي قدامي دول التلات كلمات اللي قدامي دول هما الوحيدين اللي بتعاملوا معاملة المفرد. بقية الساعات من اتنين إلى آخره بتتعامل معاملة جمع المؤنس فبتاخد أداة تعريف ليه؟ الجملة رقم خمستاشر بتقولي أريف أسكولا نقط ستة. أنا بوصل المدرسة الساعة سبعة. طيب دلوقتي الجملة اللي قدامي دي. يا ترى هي ساعة ولا معاد أصولي المدرسة؟ الجملة اللي فاتت يا شباب معلش تعال كده نشوفها. الجملة كان بتقولي الآن تكون 11 يعني دلوقتي كأنه واحد بيبص في الساعة وبيقول دلوقتي الساعة 11 ومستخدمين هنا كمان فيربو إسرى مستخدمين قدامنا فيربو إسرى يبقى دا دليل ان انا بتكلم على الساعات يبقى انا هستخدم أداة تعريف فقط لكن الجملة اللي قدامي دي يا شباب مش بتتكلم على الساعة دي بتتكلم على موعد. الراجل بيقول انا بوصل للمدرسة في الساعة السابعة يبقى دا موعد وصوله المدرسة مع الموعيد انا بستخدم الساعات مضاف إليها حرف الجر ا لازم استخدم مع الموعيد حرف الجر ا وجنبه الساعة طب احنا لسه متفقين من شوية لسه متفقين من شوية ان الساعات جمع مؤنس يعني المفروض تاخد ليه ومعها حرف الجر ا لاتنين مع بعض يبقى اسمهم. اللي مع الارقام بتاعة الساعة لما بستخدمها في الموعيد بضيف لها حرف الجر ا عشان هو اللي بيحدد الموعيد يا شباب. دلوقتي ارقام الساعات زي ما اتفقنا من شوية ان كلها جمع مؤنس مع عدد تلات كلمات اللي قدامي دول. لما اقول انا بوصل المدرسة في الساعة الواحدة احنا من شوية قلنا ان الساعة واحدة بتاخد إلا أبوستروف. مع القاتب أل أبوستروفو. شباب انا لو شلت كلمة ستة وحطيت قونة هستخدم أل أبوستروفو. لو شلت كلمة ستة وحطيت متسو جورنو هستخدم آه من غير أداة تعريف. لو متسا نقطة هستخدم آه من غير أداة تعريف. جملة رقم ستة عشر بيقول لي نوها ايه هبا نون نقطة أشيرة كنوية. طبعا هنا بيقول لي نوها وهبا يعني جمع. واي اسم جمع بيعامل معاملة الضمير لورو. الفيرب اللي قدامي ده من الأفعال الخادمة اللي احنا اخدناها قبل كده. اللي هو فيرب بوتيري. بوتيري يعني يستطيع. لو انت فاكر معايا تصريف فيرب بوتيري. بيبقى بصو بواي بوا. بصيامو بوتاتي بصنو. اتفقنا مع بعض من شوية نوها وهبا. دول كأنهم الضمير لورو. يبقى أنا عايز بصنو. طيب بالمرة يا شباب ما دام اتكلمنا على فيرب بوتيري. أنا عايزك تراجع تصريفات فيرب بوتيري. ودوفيري وفوليري. بوتيري يعني يستطيع. دوفيري يعني يجب. فوليري يعني يريد. دي الأفعال الخادمة اللي احنا اتكلمنا عنها في الترم الأولان يا شباب. الجملة رقم 17 بتقول لي نيلة فاستا نقط انساكو دي راجعت. اخدنا الجملة دي قبل كده في الانيتاة الاخرانية. انيتاة ري. اللي هي اللي كانت بتتكلم عن حفلة عيد الميلاد. بيقول لي في الحفلة اتفقنا مع بعض من شوية شباب ان انا لما الجملة تبدأ بزرف او حرف جر ومكان. انا لازم افكر في كلمة تشي او تشي سونو. وقلتلك تبص بعد الفراغ بعد النقط. لو لقيت اسم مفرد يبقى تشي. لو لقيت اسم جمع يبقى تشي سونو. وطبعا هنا كلمة اونساكو مفرد. اذا انا هستخدم كلمة تشي. دون رقم 18. بيقول لي نقطة لارماديو تشي سونو مولتي فيستيتي. بيقول لي الدولاب. يوجد كثير من الملابس. ومديني. سوتو تحت دينترو جوة. إن في. للأباستروفو. عبارة عن إن. واداة تعريف لأباستروفو. اتكلمنا عن الملحوظة دي من شوية يا شباب. قلنا إن كلمة إن ودينترو. إن ودينترو بيساوي بعض في المعنى. الاثنين بمعنى في أو بداخل. إيه الفرق؟ قال لي كلمة دينترو. لا تدمج بأداة تعريف. إن لابد أن تدمج بأداة تعريف. طب يا ترى هو في الجملة جايب لي أداة تعريف ولا مش جايب. هو جايب طبعا إلا أباستروفو هنا. يبقى أنا مش محتاج أبدا أن أنا حط إن. ولا محتاج أبدا أن أحط إن إلا أباستروفو لإن عندي أصلا أداة تعريف في الجملة. يبقى أنا محتاج في الجملة دي. دينترو لرماديو يعني بداخل جوة الدولاب يوجد كثير من الملابس. جملة رقم 19. بتقول لي ميو تزيو إي عرفاتو نقط إيطاليا. ميو تزيو إي عرفاتو نقط إيطاليا. ومديني افتيارات دي لأباستروفو ولا دالأباستروفو ولا ألاباستروفو ولا بير. طبعا أغلب الطلبة لما بيشوف اسم دولة اسم دولة بيفكر على طول في حرف الجر إين لإن إحنا قلنا من شوية المدن حرف الجر آ والدول حرف الجر إين والأشخاص حرف الجر دا. طيب أنا لو بسيت في الاختيارات هنا شباب مش هلاقي أصلا حرف الجر إين. لو أنت فاكر إن إحنا قلنا وإحنا بنشرح حروف الجر إن الدول والمدن مش بس بستخدم معاهم حرف الجر إين وآ ليه؟ تعالي فتكر مع بعض. إحنا قلنا لما نقول إين إيطاليا إين إيطاليا معناها إيلا إيطاليا أو في إيطاليا. طب هنفرض مثلا أن أنا موجود في إيطاليا وماشي منها راجع منها. هنا طبعا مش هينفع استخدم حرف الجر إين. هستخدم حرف الجر دا بمعنى من واستخدمنا ساعتها لما كنا بنشرح حروف الجر قلنا يستخدم عند المغادرة. إنت موجود في مكان وهتسيبه وتمشي منه هتستخدم حرف الجر دا يبقى أنا هنا ما عنديش حرف جر ينفع غير دا يبقى الجملة بتقولي ميو تزيو إيه؟ إيه؟ دال إيطاليا ياري معنى الجملة إيه؟ عمي وصل من إيطاليا إمبارح لو أنا عايز أقول عمي وصل إلى إيطاليا هستخدم إين؟ لو وصل من إيطاليا هستخدم دا زي ما أنت شاهدت كيف كده؟ آخر جملة عندي في الجراماتيكا النهاردة بيقول لي بعضه أليتو نقط ميتسا نوت أنا أذهب إلى الفراش في منتصف الليل يعني الساعة 12 بالليل طبعا دا معاد زي ما قلنا من شوية الراجل عايز يقول لي معاد ذهابوا إلى الفراش معاد نوم وإمتى؟ اتفقنا مع بعض رجالة إن المواعيد بستخدم معاها حرف الجر A بالإضافة لأداة التعريف بتاعة الساعة اللي هو مديها لي هو مديني هنا كلمة ميتسا نوتة منتصف الليل نفتكر مع بعض كده كلمة ميتسا نوتة كانت بتاخد أداة تعريف إيه؟ ما كانتش بتاخد أداة تعريف أصلا يبقى أنا لما أجي أتكلم عنها أقول فرادو أليتو أميتسا نوتة الجزء اللي فات يا شباب اللي احنا اتكلمنا فيه النهاردة دا احنا تقريبا تقريبا حلينا مع بعض ورجعنا وافتكرنا كل القواعد بتاعة الجراماتيكا اللي احنا درسناها في الترم الأولاني في سؤال مهم جدا عايزين نراجعوا مع الجراماتيكا النهاردة اللي هو سؤال التيمة التيمة دا يعتبر سؤال جديد علينا شوية إن شاء الله هنلاقيه في الامتحان بتاع الترم الأول التيمة يعني موضوع تعبير يعني زي البراغراف بالانجليزي طيب شكله ايه شكله ايه ده رأس السؤال بتاع التيمة خلي بالك وإحنا بنتكلم مع بعض الوقت يا شباب أنا مش عايزة حفزك التيمة أنا مش عايزة تحفز تيمة أنا عايزة تتعلم تكتب جملة لوحدك عايزة تتعلم تكتب جملة لوحدك تعالوا نتعلم مع بعض رأس السؤال بتقولي سكريفيون تيمة اكتب موضوع دا من 25 ل30 كلمة طبعا أنا مش هعدك كلمات أنا بكتب في حدود خمس جمل في حدود خمس جمل هيدوني 25 ل30 كلمة مستخدما العناصر المعطاة يعني ايه؟ يعني هو هيديك عناصر بالإضافة لإسم الموضوع لازم موضوعك يحتوي على هذه العناصر تعال نشوف ازاي ده عنوان الموضوع بتاعي الأولاني بيقولي لطوة فستا دي كومبليانو لطوة فستا دي كومبليانو يعني حفلة عيد ميلادك ده عنوان الموضوع يبقى هو عايز نتكلم عن حفلة عيد ميلادي اوكي دي العناصر او العنصر بيقولي دوة فستا دي كومبليانو انت احتفلت فين بعيد ميلادك كي سونستاتي لينفيتاتي مين كانوا المدعوين هل هو عايزني مثلا اجاوب على السؤالين دول وشكرا اكيد لا هو عايزني اكتب موضوع كامل وسيكون محتوي على هزين العنصرين اوكي دلوقتي انا هتكلم على حفلة عيد ميلادي هو الراجل سألني انت احتفلت فين وعزمت مين اوكي عايز اقول معاك كده النهاردة بيكون عيد ميلادي تكوين الجملة في اللغة الايطالية شباب لازم يبقى كالآتي فاعل فاعل وبعد كده باقي الجملة فاعل وفاعل وباقي الجملة انا قلت بالعربي دلوقتي النهاردة بيكون عيد ميلادي اوكي الجملة بتقول لي يعني النهاردة بيكون عيد ميلادي زي ما انت تعلمت معايا كده ان الفاعل اللي هو النهاردة الفاعل بيكون بقية الجملة لازم اكون عندي مفردات وحصيلة كلمات كويسة جدا عشان اكتب الجملة طيب انا قلت النهاردة عيد ميلادي ممكن اقول مثلا انا هعمل حفلة في البيت انا هعمل حفلة في البيت انا اللي هي ايو يعمل اللي هو فيرب فارة طبعا مفيش فيرب تحط في المصدر شايفة اقول ايو فارة انا لازم اقول ايو حفلة انا فيستا في البيت يبقى انت لازم لازم تتعلم تعمل جملة عشان لو حبيت تغير فيها في الامتحان لو نسيت جملة انت بتعرف تعمل غيرها لوحدك طيب يبقى هنا بيقول لي ايو ميو كومبليان انا عرض عيد ميلادي جملة الثالثة بتقول لي انا هعزم كل صحابي جملة اللي بعدها بتقولي لاماما ماما هتحضر تورتة كبيرة في الحفلة هنغني هنرقص هنسمع مزيكا هدايا بتاع تصحابي جميلة اخر جملة عندي بتقولي حفلة ممتعة جدا تعالوا كده ندردش مع بعض في التيمة اللي قدامي دي انا مش حافظ التيمة انا بعرف اكون جملة لوحدة طيب انا لو حضرتك تلاحظ ان انا عملت التيمة كلها في زمن المضارع انا عملت التيمة كلها في زمن المضارع تعالوا كده نشوف هنا بيقولي ايه هنا بيقولي فاتشو ان فيتو بريبارا كانت يامو بليامو اسكولت يامو صونو وايه لو انا عايز اعمل التيمة بتاعتي في الماضي لو انا عايز اعمل التيمة بتاعتي في زمن الماضي يعني بدل ما اقول مثلا نهارده عيد ميلادي وانا هعمل حفلة وهعزم اصحابي وعايز اعملها في الماضي احنا بندردش بنتعلم مع بعض يا شباب اول جملة دي طبعا انا ممكن اقول مكانها اياري مبارح بدل ما اقول بقى ايه هقول مكانها زمن الماضي تعلمنا مع بعض انه زمن مركب يعني لازم يبقى كلمتين بدل ما اقول اودي ايه الميو كومبليانو هقول اياري ايه ستاتو ايه ستاتو الميو كومبليانو معناها امبارح كان عيد ميلادي طب كلمة فاتشو فاتشو يعني انا هعمل مضارع مرافو عليك هستخدم افاري هقول او والبي بي تبقى فاتو يبقى هقول او فاتو نفست اكازمية معناها انا عملت حفلة في البيت يبقى هنا او فاتو هنا بدل ما هقول انفيتو هقول او انفيتاتو عزمت هنا بدل ما هقول لاماما prepara هقول لاماما اا preparato بدل ما هقول لاماما استخدم هقول لاماما استخدمه اعطه anne بدل ما هقول لاماما حقول لاماما بي تب sees لاماما اه Kazakh يعني الهدايا بتاع الصحابي كانت جميلة جداً. أخر جملة بدل ما أقول لها فاستا اي مولتو ديفرتنتي. هقول لها فاستا اي ستاتا مولتو ديفرتنتي. ليه أنا قلت كده يا شباب؟ لأن الطالب يتخل زمن الماضي صعب شوية. مش صعب ولا حاجة. أنت بتستخدم مساعد إسري أو أفيري زائد البرتشيبي وبساطو اللي أنت تعلمت تجيبه ازاي؟ تاني تيما عندي بيقول لي سكريفيون تيما دا 25 اعى 30 بارولة وزان دولي المنتي داتي نفس رأس السؤال. وبيقول لي هنا موضوع جديد بيقول لي إجابة إيه الإنترنت. الشباب والإنترنت. ممكن يجيب لي التيما دي مثلا بعنوان آخر. يقول لي مثلا الإمبورتانسة. الإمبورتانسة دا الإنترنت. يعني جديغة الإنترنت. ومديني عنصرين العنصر الأول بيقول لي. كاليه الإمبورتانسة دا الإنترنت.? بيري جوفاني. إيه هي أهمية الإنترنت بالنسبة للشباب؟ يقولي. كونتو الينترنت مالمواع برر طوتي. بتستخدم الانترنت امتا? يجوفني يه انترنت الانترنت يه مولتو utile بير tutti الانترنت مهم او ضروري للناس كله مولتي جوفني نافيغانو الانترنت بير جوكار فيرب نافيغاري يا شباب فيرب نافيغاري يعني يبحر يعني يتصفح يستخدم الانترنت بيقول لي شباب كتير بيبحروا بيتصفحوا في الانترنت يستخدموا الانترنت فقط للعب التري اخرين اسكولتنو لاموزيكا وفانو ريت شركة اسمعوا مزيكا او يعملوا ابحاث بير مي بالنسبة لي الانترنت اي مولتو importante بير الميو لفورو مهم جدا اللي شغلي نل ميو تيمبو لبيرو فوات فراغي مي بياج انداري على الانترنت انا بحب اروح السايبر ديه تيما على الانترنت واهميتو التيما التالت بيقولي سكريبي ان تيما سكريبي ان تيما ده 25 اترنتا اوزاندو الاليمنت داتي التيما التالتة اسمها التيمبو ليبرو يعني وقت الفراغ العنصرين اللي عندي العنصر الاولان بيقولي كوزا فاي نل تو تيمبو ليبرو يعني ايه يعني ماذا تفعل في وقت فراغك التانية العنصر التاني بيقولي كون كياشي نل تو تيمبو ليبرو يعني بتخرج مع مين في وقت الفراغ تعالوا نشوف تيما اسمها التيمبو ليبرو الفين ستمان هو molto tempo ليبرو يعني في الويك اند عندي وقت فراغ كتير الفين ستمان في الويك اند هو ملت تيمبو ليبرو يعني عندي وقت فراغ كتير كون لالتانية بتقولي نل ميو tempo ليبرو مي بياتش لاجرا في وقت الفراغ أنا بحب أقرأ كوالكي فولتا أحيانا بريفريسكو أسكولتاري لموزيكا بفضل أسمع مزيكا الفيني ستيمانا في الويك اند في وقت في الويك اند بخرج كمان مع أصدقائي دي سوليتو عندياموالتشينيما عادة بنروح السينما وبناكل مع بعض آخر جملة عندي بتقول لي كون ياميتي ستو ملتو بانا يعني أنا مع أصحابي بقضي وقت جميل ببقى مبسوط جدا مع الأصدقاء يبقى النهاردة يا شباب راجعنا سؤالين مهمين جدا تقريبا اتكلمنا على كل قواعد الجراماتيكا وعرفنا ازاي نحلها السؤال التاني اللي احنا اتكلمنا عنه النهاردة اللي هو سؤال التما يعتبر سؤال جديد بالنسبة للطلبة بسمة هاي اللي اتكلمنا عليه باستفادة وان شاء الله الاسبوع اللي جاي نكمل باقي المراجعة بنقول ciao a tutti e alla prossima settimana الى اللقاء